حقيقة واحد من اللعيبة اللي انا بحبوه واكيد كولر بيحبه لان الراجل يعني بعد غياب بيروح ملعابه والولا يعني واللعيب يعني بيشتغل قويس جدا وبيبقى مؤثر في الملعب وبيجيب اهداف ايا كان البوزيشن اللي هو فيه بتلاقيه بيقدي الحقيقة لكن بقاله فترة غايب ايه التفكير بالنسبة له هل يكمل هل الامور بالنسبة له بقت صعبة في الاماكن لان كله خلاص بقى حجز مكانه وحتى الروتيشن اللي بيحصل ما بيبقاش موجود فيه كريم فؤاد فهل هيكون السنة الجاية في مكان اخر حتى لو على سبيل اعارة بس يلعب بشكل دائم ده بالنسبة لكريم فؤاد وتفكيره حقيقة في الفترة القدر طيب اه افشا الحقيقة وكولر واضح جدا ان الموقف الاخير لأفشا مع كولر وانه هو يعني حصل ان افشا رفض او يعني قال لي انا ملعين ما نزلتش وما لعبتش مدايق كولر شوية وده شفنا الحقيقة في الماتش اللي فات وعدم موجوده فيه على ديكة البودلاء حتى يعني في التشكيلة وعلى ديكة البودلاء ما بقاش موجود فالعيبة الكبار داخل الفريق الحقيقة بيحاولوا انهم يتوسطوا عشان الامور تتحل ما بين كولر وافشا النواب او متواجد يعني افشا واحد من اللعيبة المهمة الحقيقة بالنسبة للفريق اشتركوا في القناة